هل ستلغى مباراة منتخب الجزائر وغانا الودية؟ مدير الإعلام في الاتحاد الغاني يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم كشف مدير الإعلام في الاتحاد الغاني لكرة القدم هنري أسانتي للصحفي الجزائري ياسين بالمنور أن المباراة الودية ضد الجزائر ستلعب إنجرة الأمور بشكل طبيعي واكتملت اعداد المنتخب الغاني قبل موعد اللقاء وأضاف هنري أسانتي أن المنتخب الغاني يتوفر حاليا على 13 لاعبا فقط من بينهم ثلاثة حراس وتمن لاعبين وسط ميدان ومهاجم واحد ومدافع واحد وأنهم ينتظرون وصول ثلاث لاعبين الأحد وسبع لاعبين في الدور الإنجليزي سيلتحقون قبل الأربعاء لمواجهة المنتخب الجزائري وأكد مدير الإعلام في الاتحاد الغاني أن المنتخب الجزائري يزخر بالنجوم واللاعبين المميزين على سبيل رياض محرز وإسماعيل بناصر وأن أشبال بالماضي يملكون سلسلة لا هزيمة مميزة جدا هنري أسانتي قال أن اللاعبون غادروا من المعسكر بطلب من نواديهم بعد قرار الفيفا بامتلاك اللاعبين حتى 3 يناير هنري أسانتي نتوقع أن نصل لعشرين لاعب قبل مباراة الجزائر إذا صارت الأمور بشكل طبيعي من دون شك المنتخب الجزائري هو الأقوى في إفريقيا المدرب خطط للاعب 3 وديات لكن ضيعنا مبارتين بسبب قرار الفيفا الأخير كل هذا يوحي بأن مباراة الجزائر وغانا في خطر ومهددة باللعب نتمنى أن تقام هذه المباراة القوية في ظروف طبيعية حتى نستمتع بالمباراة وأيضا حتى يستعد منتخب الجزائر وجمال بالماضي للكان بأمس الطريقة قلنا رأيكم في التعليقات وتوقعاتكم هل ستقام مباراة الجزائر والمغرب أم ستلغى ولا تنسونا برايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته